خليني أقولك إن في ناس خرجين أداب، خرجين تجارة، خرجين حقوق والثلاث كليات دول تحديداً ما بيعتمدوش على الشهادة وبيعتمدوا على الكرصات فيما بعد الجامعة النهاردة المهن اللي فتحت السوشيال ميديا، الجرافيك ديزاينر، الـ HR الحاجات المطلوبة، إدارة الأعمال، حاجات المطلوبة بشكل كبير فهو بياخد الشهادة كمسمة أكاديمي يعلقها زي ما بيقولوا ولكن بياخد الخبرة بعد كده من الكرصات تعالي حضرتك الخبرة بتيجي من الممارسة ولكن المعرفة ممكن تيجي من الكرصات أنا بشوف دايماً إن احنا بنعلم الناس الـ knowledge اللي كان ممكن يتعلموها في تخصصات دراسية أكاديمية ولكن الخبرة نفسها محتاجة practice أو ممارسة عملية وعشان كده دايماً بننصح إنه الناس تدور على internship أو بنسميها فرص التدريب المؤقت أو الصيفي أو بدون أجر لإنه ده اللي بيكسب الخبرة دي الـ experience الدورات التدريبية بتدي knowledge اللي ممكن تعود التعليمي الأكاديمي اللي ما قدرتش أحصله بسبب بقى مجموع في السنوية العامة زي ما حضرتك قلت أو بسبب إن أنا ما كنتش لسه قدر أحدد بصلتي فممكن وأنا في سن 17-18 سنة أنا عايز أدرس حاجة وبعدين بعد ما خلصت حاسيت أن أنا ميال لمجال عمل مختلف هنا لدورات التدريبية والشهادات التكملية ممكن فعلاً تساعد أن الواحد يعمل career shift أنا واحدة من الناس اللي عملت career shift بالبنسب لأن أنا في الأصل خارجة إعلام وقسم إزعاد تلفزيون جامعة القاهرة وبعد كده أنا حبيت جداً مجال الـ business administration ومجال الـ strategic planning والتخطيط الاستراتيجي وده كانت بسبب حاجة حصلت صدفة إن أنا اشتغلت في واحدة من الشركات المالتي ناشنال عجبني جداً مجال الإدارة وخدمة العمل والـ HR بدأت فعلاً أبدأ career shift مش بس بقى career shift ده كمان بس ساعدك ساعدك إنك بتدرستي إعلام أشكرك طبع ساعدني جداً أضاف لأنه التواصل أنا النهاردة بقدم برامج تدريبية أنا النهاردة أستاذة في كلية أنا النهاردة مسؤولة عن تقديم دورات تدريبية للناس فأكيد أكيد دراسة الماس كومينيكيشن والتعامل مع جمهور ودراسة السيكولوجية الجماهير اللي تنسناك في كلية فرقت والتأثر فيه وإزاي تأخذ الفيدباك منه طبعاً والبريزنتيشن سكيلز وكل الحاجات دي فرقت أنا ما كنتش عارفة وأنا بدرسها في الكلية أن أنا هعمل بيها كده بعد كده أنا كنت فكرة أن أنا هبقى بعمل حاجة في مجال الإعلام بشكل متخصص حتى حبي للكتابة النهاردة موجود لأن أنا النهاردة عندي كتب ولكن وقتها وأنا بدرس في الكلية ما كنتش عارفة أنه ده هيبقى الكرير بتاعي من هنا أنا مؤمنة جداً بأن الدراسة في الكلية أكيد هتفيد حتى لو أنا بعملها وأنا مش أنا دخلتها بإرادتي ولكن ممكن فيها حدي تاني يدخل كلية لأنه مجموع وجبها يعني كان عايز طبه ما أقدرش في دخل اقتصاد أو دخل تجارة أو دخل غيره ولكن أكيد هتفيدك أنا بشوف دايماً أن البني آدم عبارة عن خبرات متركمة فما فيش حاجة أنا هدرسها ومش هتكون مفيدة بس هون مهم أنه أنا بدرسها الموضوع اختيار يا دكتورة يعني فيه واحد ممكن يكون على مدار سنوات دراسته في الكلية ما كانش متفوق مش أشطر واحد صحيح ومش أكتر واحد عنده أفكار خلاقة ولا مبدع ولا بيشوف حلول بديلة يعني ماشي باي بوك زي ما بنقول كده ملتزم بالشكل المتوسط وده شيء مقبول جدا يعني ده شيء ما فيهوش أي مشكلة أفضل في بداية الحياة مقبول ولكن لما تلاقيه يبتدي يشتغل تلاقيه يبقى الموظف المثالي ومدير المشروع المثالي صحيح الموضوع اختيار ولا الموضوع بيبقى طبيعة شخصية ولا دراسة ولا خبرات ولا إيه الموضوع بايد من نقطة ممكن كتير من ناس ما تتخيلهاش ألا وهو الزكاء العطفي ده ايه الاموشنال انتليجنس واحدة من أهم أدوات الناجحين اللي بتخليهم قادريني يطوعوا التجارب لصالحهم حتى التجارب اللي مش على هواهم عشان كده قلت ان البني آدم بازل أو عبارة عن خبرات تراكمية ممكن جدا يتفرض علي شيء دراسة أو وظيفة أو حتى مدير أو كوميونيتي أبقى موجود فيه وأنا بزكائي العطفي بقدرتي على تطويع الحدث ده لمصلحتي ودور على النقط اللي ممكن أستفدها منه بما أنه أمر واقع مفروض علي في الحالة دي أنا اللي هقدر أطلع منه شيء يفدني أما فكرة الصدام مع كل شيء مش على هواية ده دلالة أولا على انخفاض الوعي وانخفاض القدرة على التعامل بزكاء وكمان دلالة على أن أنا أكيد مش هنجح وهبقى الموظف المثالي وهقدر أستثمر الظروف اللي تحطط فيها لصالحي